اشتركوا في القناة بيعة الغدير إلهية شيء عظيم نبوة الأنبياء إلهية نبوة آدم إلهية نبوة نوح إلهية نبوة إبراهيم إلهية يعني الله سبحانه وتعالى هل من صلاحياته أن يبعث الأنبياء الذين يريدهم هذا سؤال هل من صلاحيات رب العالمين أن يبعث الأئمة الأوصياء الذين انتجبهم سؤال أجيب على ذلك هل من صلاحية رب العالمين هذا الجواب من صلاحية رب العالمين أن يرسل المرسلين الذين انتخبهم ومن صلاحية خالق الكون ورب العباد أن يرسل الأوصياء الذين انتجبهم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الله خلقهم للعبادة الله مالك الكون مالك النفوس مالك الأرواح مالك الأبدان مالك الأكوان طبعا من صلاحياته تعيين الأنبياء تعيين الأوصياء لكن رجال السقيفة خالفوا هذه الأشياء سيرا منهم على المنهج اليهودي المخالف لتنصيب الأنبياء لقد بعث الله سبحانه وتعالى آلاف الآلاف من المرسلين إلى اليهود وماذا فعل اليهود قتلوهم عصيانا وتمردا على رب العالمين ورجال السقيفة ماذا مشوا على نهج أحبار اليهود الله عين محمدا نبيا وبينه بأنه عاقل وأفضل الخلق والرجال السقيفة ماذا قالوا قالوا النبي يهجر البخاري ذكر ثلاث روايات في هذا المضمار بأن الرجال السقيفة يقودهم عمر قالوا عن النبي بأنه يهجر يعني مجنون خبل ليس عنده وعي طبعا هذا مخالف للقرآن إن هو إلا وحي يوحى وما محمد إلا رسول الله رسول يعني عظيم عندما يبعثون سفيرا لدولة صغيرة يكون هو السفير صغير عندما يبعثون رسولا لدولة أمبراطورية كبيرة يكون السفير كبيرا وعظيما تخاف منه الدول وتحترمه الأمصار وتجله البلدان لأنه سفير الأمبراطورية العظيمة الكذائية الفلانية طيب إذا كان السفير سفيرا لرب العالمين فكيف تكون منزلته طبعا وقطعا تكون منزلته عظيمة على البشرية احترام هذا السفير القرآن يقول وما محمد إلا رسول وهنا يقول أفإن مات أو قتل يستمر في هذا انقلبتم على أعقابكم يعني أنتم سوف تنقلبون على الشريعة وتغتصبون الخلافة الإلهية وتعيثون في الأرض الفساد تجعلوها هرقلية وراثية أنتم تعينون من تحبون ولكن لا تسمحون للنبي في تعيين من يحب من أنتم من أنتم لنفرض بأن النبي حبا بعلي عينه لماذا لا يعين أنتم تقول لا لا يعين طبعا أنت لماذا يا أبا بكر كيف عينت عمر أنت عمر كيف عينت عثمان أنت معاوية كيف عينت وراثة ابنك يزيد وفوق هذا أن الإمام علي عينه الله سبحانه وتعالى لأن القرآن يقول بلغ ما أنزل إليك من ربك بلغ ما أنزل إليك من ربك في بيعة الغدير فماذا يبلغ قال لله سبحانه وتعالى ماذا أبلغ قال بلغ ولاية وإمامة وخلافة علي ابن أبي طالب في الغدير فإذن بيعة إلهية والعجيب أن هؤلاء رجال السقيفة الأمويون العباسيون يسمحون لأنفسهم بتعيين خليفة ابنه صاحبة رفيقة ويعين خليفتين في بعض الأحيان يقول أعين فلانا ابني ومن بعده ابني الثاني أو يقول أعين فلانا خليفة ومن بعده رفيق الثاني طيب أنت تسمح لنفسك بهذه الصلاحيات الكبيرة ولا تسمح بهذه الصلاحيات العظيمة لرب الأكوان أنت المخلوق الصغير الضعيف المخالف للدين أنت تعينها وراثية والله سبحانه وتعالى لا يمكنه أن يعينها في أهل البيت الصادقين العالين المنتجبين وراثية يعني أنت فوق رب الأرباب فإذن أنت فرعون إذن أنت نمرود لأن نمرود وفرعون هم الذين ساروا بهذه السير وجعلوا أنفسهم أربابا للعباد بالقوة والقسوة فالمصيبة يعني نحن عندما نلاحظ هؤلاء ملوك الأمويين ملوك العباسيين الكثير يحترموهم ولكنهم هم الواحد منهم فرعون الواحد منهم نمرود الواحد منهم هرقل الواحد منهم كسرى يسمح لنفسه بتعيين الخليفة ويعارض خلافة علي بن أبي طالب ومن بعده الحسن ومن بعده الحسين ومن بعده علي بن الحسين وهذه منهجية واقعا الإنسان يتعجب عندما يجد مخلوقا ضعيفا يعصي ويتمرد على رب العباد خالق الأكوان خالق البشرية فهذا موضوع خلافة علي خلافة إلهية نبوية وشعبية مثل ما نبينه في هذه المحاضرة في خدمة المشاهدين الكرام إلهية إلهية بالقول الإلهي بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته أنت لم تكمل الرسالة الإسلامية لم تبينها جميعا فهذه الرسالة ناقصة فاصل ونواصل مصيري أنا أميري علي علي له دعوني في جنوني وعالمي فلا يضاها روح طاها وفاطني به أغالي لا أغالي بلائمي قالوا آخرون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل هذا البحث بيعة علي بيعة إلهية نبوية وشعبية طبعا إلهية يوجد نص عظيم مستند كبير بلغ ما أنزل إليك من ربك هنا نتدبر في القول وإن لم تفعل فما بلغت رسالته هنا يريد الله تعالى أن يبين بأن هذه البيعة بيعة ربانية سماوية واجبة على العباد لا يمكن عصيانها والخروج عنها والتحلل منها ومن يعصيها فهو من المارقين وهو من الناكثين وهو من القاصطين مثل ما بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذين يحاربون الإمام علي في حرب الجمل وفي حرب صفين وفي حرب النهروان وقال هؤلاء من الناكثين والقاصطين والمارقين شيء واضح وعظيم ورائع العالم المثقف الواعي العاقل عندما يجد هذه المستندات النبوية يبتعد عن الناكثين لأنهم من أهل الجحيم ويهرب من القاصطين لأنهم من المتمردين ويبتعد عن أهل النهروان المارقين لأنهم من أصحاب النار ويذهب ويتمسك بالعروة الوثقة عروة الوثقة العروة الوثقة علي وآل علي محمد وآل محمد فإذن لذا التحق الملايين من البشرية بركب العالين ركب محمد وآل محمد وأصبحوا من المستبصرين رؤوس العلماء رؤوس الأطباء رؤوس المهندسين رؤوس الخطباء بعضهم يعلنون تشيعهم علنياً وبعضهم يعلنون استبصارهم سرياً بينهم وبين أنفسهم لا يعرف ذلك إلا القليل خوفاً من القتل أو خوفاً من السجن خوفاً من المقاطعة لأن الآن الحكومات الاستكبارية والناصبية تحارب التشيع لأنه الإسلام الأصيل المذهب الحق مذهب علي بن أبي طالب عليه السلام باعة النبوية النبي هو الذي بايع علي بن أبي طالب في يوم الغدير بايعه خليفة له وولي لأمر المسلمين من بعده يذكر البخاري هذه النصوص يقول قال النبي علي خليفة ويقول البخاري قال النبي علي وليكم من بعد فأين المهرب أين تهربون ماذا تقولون لم نطلع على كتاب البخاري ومسلم وكتب السنة وتدعون وتعتذرون يوم القيامة لم نعرف كتب الشيعة يقولون لكم كيف لا تعرفون كتب الشيعة وكتب السنة لم تقرأوا كل كتب المسلمين هذا كيف أعذار فاسدة وحجج واهية لا تنفعكم يوم القيامة فتكونون من أصحاب الجحيم البيعة الشعبية كيف حدثت بيعة شعبية عندما اغتصبوا الخلافة وابتعد المسلمون عن البيعة الإلهية وابتعدوا عن النصوص النبوية نعم وسرقوا الخلافة وعطوها لأبي بكر وعمار وعثمان لكن عثمان ارتكب أخطاء فاحشة وعندما ارتكب أخطاء فاحشة وفادحة ثار عليه المسلمون وتسببت تلك الثورة العظيمة في قتل عثمان ووضعه على المزبلة فأكلته كلاب المدينة هو وحراسه فأصبح نعم مثلا يذكر في المتقاعسين والمترمردين والناكثين فعندما قتل عثمان احتار المسلمون عثمان لم يعين شخصا وعثمان كلامه غير مرغوب فيه هو مقتول ودفنوه في مقبرة اليهود هنا المسلمون ماذا يفعلون فقالوا علينا هم طبعا يتذكرون البيعة الالهية النبوية في يوم الدار وفي بيعة الرضوان بيعة الشجرة ويتذكرون بيعة الغدير وهم صافحوا علي عليه السلام بأياديهم صافحوه بالخلافة وقال الواحد منهم بخن بخلك يا ابن أبي طالب أصبحت مولاي ومولى كل مسلم ومسلمين فتذكروا هذه البيعات لكنهم جعلوا هذه البيعة بأشعبية رغم النصوص واجتمع عموم الصحابة في مدينة رسول الله في عاصمة الإسلام يوايعون أمان وفي الصحابة رؤوس شهيرة رؤوس عظيمة موجودة في ذلك الوقت نعم عمار بن ياسر كان موجودا ورؤوس كبيرة من الموافقين والمعارضين فاجتمع المسلمون وقالوا لا نريد إلا عليها هذه هي البيعة الشعبية فبايعوا عليا عليه السلام خليفة للمسلمين في بيعة شعبية طبعا المثير في الأمور يقول عمر بن الخطاب كما ذكر ذلك الطبري وباقي كتب السنة يقول عمر بن الخطاب عندما في خطبته للجمعة كان يشرح أمر المسلمين في السقيفة يقول عندما اجتمع المسلمون في السقيفة لمبايعة الخليفة بعد رسول الله فيقول قالت الأنصار لا نبايع إلا عليها والأنصار هم تسعون بالمئة من سكان المدينة جمهور المدينة العامة الحاكمة في المدينة هم الأنصار فالأنصار ماذا قالت يقول عمر في كتاب الطبري قالت الأنصار لا نبايع إلا عليها يعني الباقون ماذا ليسوا أهلا للخلافة الباقون من العوام الباقون معظمهم من الفاسقين من المنافقين لكنهم أجبروا المسلمين على إبعاد ولاية علي بن أبي طالب ومبايعة المخالفين المعاندين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة